تصعيد عسكري في أحور واحتشاد لقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في محاولة لإسقاط المدينة التي تتخذ منها القوات الحكومية مقرا لها إلى جانب مدينة شقرة مخاوف من انفجار محتمل للوضع العسكري في محافظة أبيان وهو ما حذرت منه قيادة اللواء 111 مشاه في مديرية أحور بعد استحداث مواقع جديدة للحزام الأمني في مداخل المدينة ومخارجها في مدينة شقرة التي اتخذتها القوات الحكومية مقرا لها بعد مغادرتها مدينة زنجبار لا يختلف الوضع كثيرا حيث تشهد المدينة هدوءا حذر بعد تناقل أخبار لتعزيزات عسكرية كبيرة دفع بها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات إلى محافظة أبيان في مؤشر واضح على تعثر اتفاق الرياض وفشل عملية الانسحاب العسكري من المواقع المستحدثة شرق المحافظة إذن لا وجود الاتفاق ينهي حالة الفوضى التي تعيشها المحافظة على ما يبدو مؤشرات بتجدد المواجهات العسكرية بين الطرفين في ظل الاستفزازات المتواصلة التي تتعرض لها القوات الحكومية وهو ما لا ترجوه الحكومة بحسب ضباط يقولون إنهم حريصون على أمن المحافظة التي ظلت مسرحا للصراعات طيلة السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر